اشتركوا في القناة بيقليم يوسفية بجهة مراكو شاسفي بعد ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة من مواطن وكشف مصدر لوسيت أنف أن توقيف المسؤول الجماعي جاء بعد تنصيق بين النياب العام ومواطن كان قد تصل بالخط المباشر للتبلغ عن الفساد والرشوة يشكو تعريضه للابتزاز وجاء توقيف المسؤول بسبب تعريض أحد المواطنين للابتزاز من أجل الحصول على مقابل المالية نظير تسليمه شهادة إدارية وفقا متوفارا من معطيات